تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر ثنوعة من حيث أشكال وأفكار المحتوى وعشان هيك بيقولكم تشتركوا فيها قبل ما أبدأ بحلقة اليوم بدي أكد أنه أنا محمد عواد بكامل قواية العقلية أنا من جنيت ولا صرت منتهي ولا تيجي واحد يقول لي عواد النوكيا في زمن الآيفون لا قصة اللي بدي أحكيها مجنونة بس أنا مش مجنونة القصة اللي بدي أحكيها أحيتها قناة بي بي سي بتحقيق الاستقصاء كامل وأكد ذكرتها ونشرتها سكاي سبورتس الإيطالية وما في موقع ولا صحيفة إيطالية مهمة إلا اتكلموا فيها ولو مرة بتقرير خاص عن حادثة مباراة ما توقفت عشان شغب جماهيري بل عشان أطباق فضائية طائرة ظهرت في سماءها حنحكي بالقصة المجنونة اليوم بس أتنأ مشاهدتكم لو شفتوا الفيديو عجبكم تتركوا لايك ولو ما عجبكم كمان بتتركوا لايك لأنكم صحابي خلونا نرجع لزمن الأبيض والأسود 27 أكتوبر 1954 ما كان في موبايلات وقتها وإلا لو كان موجود كانت القصة كثير أسهل والناس صورت اللي راح نحكيه لكن للأسف ما في شي رصد اللي إحنا حنحكيه نرجع لمباراة كانت تشبه الودية لكنها مش مودية في بطولة الرديف بإيطاليا وتلك بطولة كانت موجودة في إيطاليا عشان لاعبين الفريق الأول اللي ما بيلعبوا كثير أساسيين يلعبوا فيها ويظلهم جاهزين ويدنجوهم مع الشباب عشان يكتسبوا خبرة منهم ويلعبوا بطولة لتأهيل اللاعبين المباراة كانت في ملعب أرتيميو فرانكي ملعب فيورنتينا الشهير المباراة بين فيورنتينا وفريق اسمه بيستويسي المباراة فعليا ديربي عشان هيك رغم إنها في فريق الرديف راح شافها عشر تلاث متفرج عشان يشهدوا على قصة غريبة عجيبة في كرة القدم المباراة ماشي لصالح فيورنتينا مطلع الشوط الثاني النتيجة ستة اثنين والأمور تمام فجأة اتوقف لعب كرة القدم اللاعبين ما عادوا يركضوا الحكم تطلع شو صار يا شباب شو ليش فقدوا اللعبة في لعب وقع في لعب نصاب في مشكلة وين ما في شي فجأة عيون الجماهير كلها العشر تلاف صارت لفوق واللاعبين أيضا صاروا يطلعوا لفوق نظرة لفوق مش نظرة طموح بل هي نظرة استغراب نظرة صدمة نظرة خوف لأنهم شافوا فوق أجسام مضيئة عم بتطير فوقهم وحسب مجلة فانيلا ماجازين اللي هي مجلة إيطالية معنية بالأخبار الغريبة وجدتها بتقول لما سؤل الجماهير وقتها تقريبا كان الرقم الأكثر لهم شافوا عشرين ما يشبه طبق طائر فضائي الحكم لما شاف الوضع هيك ما عارف ش يسوي فوقف المباراة وكتب بتقريره لقد أوقفت المباراة لأن الجماهير واللاعبين شهدوا شيئا غريبا في السماء يعني هذه القصة ما بتشبه قصة الشبح اللي في الملعب اللي محدش شافوا من الملعب لا لاعبين ولا جمهور ولا قصة الصوت والأبصر شو الأشياء هاي اللي بطلعت في العصر الحديث هذه القصة دونت في تقنير الحكم بعيون اللاعبين الجماهير طلعت على طول وتحدثت مع مراسلين صحفيين وتقولهم إحنا مش مجانين إحنا عارفين شو شفنا القصة عشان تزيد قوتها ونبعد عنها مبدأ أنه والله غبار وما غبار لا أرديكم أجنيني واحد للأساطير في ويلتينا اتحدث لبي بي سي وقالهم وأنا في الملعب شفت أجسام مضيئة شي غريب عمري ما شفته قبل ذلك بيمشي ببطء وكان يتساقط منها أشياء غريبة هذا التساقط هو ذكر أنه كان يشبه المواد القطنية وحسب مجلة فانيلا مجازين نفسها قالت كان هذا الشيء أول ما يلمس الجسم أو يلمس الأرض يتمخر ويختفي إلا أنه في مهندس أخذ بعض بقايا هذه المواد وحاول يحللها في المختبر عشان يعرف مكوناتها وهون حنرجع لهذا المقطع تحديدا بعد شوية ما جنيني للعلم اللي كنت أحكي لكم عنه هو لعب بكأس العالم 1954 ولما سألوه أمرك شفت شي بيشبه اللي شفته في تلك المباراة قالهم ما شفت قبل ولا شفت بعد شي بيشبه اللي شفته في ملعب أرتيمي وفرانكي بس فيه لعب مع فريق بيستويسي اسمه روميلو توشي هذا كان إيجابه لازم يتعلم منه دروس إيجابية الزلم يشايف أطباق طائرة حسب اعتقاده فوقه شوف شوف يحدي بيقول أنا كل الناس بتحت عن أطباق الطائرة والفضائية من الخمسينات لليوم بيحكوا عن الموضوع أنا فخور أنا سعيد أنا محظوظ أني كنت في الملعب لما كانوا طايرين فوقنا حكومة الإيطالية ما صدرت عنها أي تصريحات رسمية لكنها عملت لعبة معروفة في أوروبا بمجال الإعلام تسريبات وتقارير استخباراتية عم بتروح للصحافة تقرير الاستخباراتي الأول بيقول هذا ما كان أطباق فضائية طائرة ببساطة هذه شبكات عنكبوت عم بتهاجر لأنه في أكتوبر هو موسم الهجرة من أوروبا لهذا النوع من العنكبوتات الطائرة وأضافت في تقرير آخر سرب لمصادر أخرى هذه شبكات العنكبوت اختلطت بدخان المصانع اللي موجود في المنطقة ومع انعكاس أشعة الشمس رأوها الناس بالضيء كأنها أطباق فضائية طائرة ولما القصة ما مشت كثير مع الناس خصوصا تذكروا المادة اللي قلت لكم جمعها مهندس كان في أرض الملحب تحليلها فيها مواد مش موجودة بالأجسام الحية يعني هو أخذ هاي المواد حللها في مقتبر وجد منها أجزاء ممكن تنواجد بأجسام حية بس في أشياء مستحيلة تكون بالأجسام الحية هون رجح تقرير جتيل قال لك طيب يوم المباراة كان في تدريبات عسكرية للسلاح الجو الإيطالي باستخدام بعض المواد المشعة والمضيئة للتمويه على الرادارات في الحروب وكانت هذا الشيء بضطر الطائرات تلقي بعض المرقذوفات النارية أو الضوئية نحو الأرض يعني طلعت قصص عشاني سكتوا الجمهور اللي طلع بعد كل هذا قال لهم مش نصدقينكم حنصدق عيوننا القصة ما انتهت لهون لأنه طلعكوا تتابع علميين وصحفيين علميين وعلماء قالوا لا لا تفسير إيطاليا هذا الحكومة الإيطالية اللي قاعد بتسربه مش مقنع في عيوب تسريب العنكبوت في مواد لقيوها الناس على الأرض مستحيل تكون بجسم العنكبوت تسريب الإشعاعات الجوية طيب ليش ما سمعوا صوت الطيارة فدخلت بقصص ونفي كبير كثير معركة فيها وجهتين نظر بين الأول والتاني الأول اللي هو الجمهور شايف الحكومة والناس اللي حاولها كذبين وبيحاولوا يخبوا شي والتاني شايف الأول طرف مجنون شاف شي واعتقد إنه شي آخر وفيه مشجأ اسمه جي جي بوني كان مهيب في أربع الملعب وصفته بي بي سي بالمقاتل من أجل ما شاهدته عيناه هذا الرجل سعى سنوات بعد هذه المباراة ما يحاول يقنع الصحف تكتب عن القصة وبتعرفوا الناس بتخبش تكتب عن أطباق فضائية لأنهم فكرون مجنون شانك أنا عملت لكم مقدمة أنا مش مجنون فالقصة هذا الرجل راح على بي بي سي وأقنعهم يعملوا تحقيق استقصائي كان من أكبر التحقيقات اللي عملت على القصة وقال مستحيل أنسى اللي شفته ما يحاول يقنعوني أني شفت شي عادي أو شفت شباك عن كبوت وما عرفتها بالسماء سكاي سبورتس الإيطالية في تقرير إلها عن الحادثة ظهرت متعاطفة مع الجماهير وقالت كان في عشر تلاف مشجع عم بيهتفوا بأرض الملعب أطباق فضائية أطباق فضائية أطباق فضائية في شيء صعب يتم نفيه بمجرد غبار بمجرد عن كبوت وبتضيف اللي بأيد هاي الجماهير أنه في ذلك اليوم في إقليمتوس كانا نفسه اللي فيه المباراة الجماهير خارج الملعب والسكان خارج الملعب اتصلوا وبلغوا الشرطة عن أشياء شفوها بالسماء بتشبه اللي شافها جماهير ملعب أرتيم وفرانكين الحرب مستمرة بشأن الحقيقة وخرج التفسيرات بجديدة بتقول اللي صار في الملعب شيء اسمه هستيريا جماعية والهستيريا جماعية هي مبحث موجود فعليا بعلم الاجتماع وبعلم النفس وبتقوم على أساس أنه لما في جماعة فيها فرد أو فردين بيشعروا بشيء أو بيشوفوا شيء بيحذر وبيهدد وجود جماعة معينة وبينشروا هذه المعلومة بين الناس الناس كلها بيصيبها حلع وبتآمن بالفكرة اللي بيحكولهم إياها ومن أشهر القصص أنه في عام 1999 في بلجيكا شرب شبين كوكاكولا ولما شربوها شعروا بمشاكل معوية فربطوها بإنهاب بكوكاكولا أنه بيسبب تسمم غذائي وانتشر الخبر بالصحف وتاني يوم كان في أكثر من 200 واحد عم بيراجع المستشفيات لأنهم شربوا كوكاكولا ومحهم تسمم غذائي كوكاكولا أخذت العلام وقالتهم يعلم افحصوها ما فيها أي شيء وفعليا ما فيها أي شيء اللي صار شيء تأكد لاحقا أنه هستيريا جماعية الناس صارت تشوف أعراض مش موجودة ولكن كوكاكولا اضطرت وقتها تسحب 30 مليون عبوة من بلجيكا ومن فرنسا أيضا لأنه انتشرت لها عدوى الهستيريا الجماعية اللي بالعادي بتصير ضمن مجتمعات مغلقة يعني في المدرسة لما ولد يصيبه مرض معين غريب جديد في أعراض تاني يوم على الأغلب في 70 ولد في المدرسة حيقولوا معنا هاي الأعراض ويروحوا يبحثوا وما يطلع محهم شيء في الطائرة إذا فيه واحد معين مرض مرض إلو بعض الأعراض زي الفلاوانزة حتتفاجأ لو كانت الرحلة طويلة لأمريكا أنه الطائرة رح توصل فيها 10 إلى 15 شخص محهم نفس الأعراض بس بعد ما يبعدوا عن هذا المجتمع رح يطيبوا هذه هي الهستيريا الجماعية اللي فيه ناس كثير بتقول لك لا اللي كان ما كان هستيريا جماعية اللي كان فيه لعبين وفيه جمهور شافوا وفيه ناس بره الملعب شافوا اللي هم عدو اللي ما شافوهم بره الملعب قلقاش واسع جدا لليوم ما حدا بيعرف شو اللي شافوه هدول العشر تلاف وشو اللي كان فوق ولاش الحكومة الإيطالية تعمدت يكون أجوبتها دائما تسريبات صحفية ربما لازم نختم نتكلم عن فولبيو برنارديني مدرب فيرنتينة بتلك المباراة تحديدا واللي قاد فيرنتينة لأول لقب دوري في تاريخهم عام 1956 واللي قاد بولونيا لآخر لقب في تاريخهم عام 1964 مدرب كان يقدم كرة هجومية جميلة ممتعة لمستوى أنه كثير صحف إيطالية لما طلعت القصة ما صدقت الجماهير فأخذتها بالكوميديا قالت بالتأكيد جاء الفضائيون لمشاهدة متعة المدرب فولبيو برنارديني قصة مباراة غريبة مباراة ما حدا كان يسمع في وجودها أساسا لأنها مباراة في تفريق رديف يعني فعليا مباراة ما إلها أي معنى مباراة خلدت في التاريخ وأصبحت أهم ربما من أي مباراة لفيرونتينا على المستوى الإعلامي حتى المباراة اللي قادتوا لأول لقب في تاريخه عام 1956 مشهورة أكثر حتعرف تفاصيلها أكثر عبدأ عرف نتيجتها لما توقفت كل شيء فيها أكبر لأنه صار فيها حدث غريب لأن الجماهير شافت كلها شيء مع بعض غير اللي مآمنين فيه الناس اللي برا في الأخير تبقى هذه المباراة للتاريخ لأنها المباراة الوحيدة في تاريخ كرة القدم اللي قدرت أطباق فضائية طائرة اتوقفها نوصل هنا نهاية حلقة قصة الجمعة كنت معكم أنا محمد عوات كالعادي بذكركم تشتركوا بقناة سلبس بورت وتتركونا لايك على الفيديو وينما شفتوا في أي منصة من المنصات والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة